طيب نروح لصحف تونس يمكن طبعا زي ما قلت حاكم الصحف تونس حتى كان في قصوة شديدة جدا على الترجي بطل كبير طبعا والهزيمة قدام النادي الاهلي خدوا بالكوا برضو واحدة من المكاسب اللي حقق النادي الاهلي مبالح هي انه النادي الوحيد النادي الاول اللي حقق الفوز على ارضه وبرى ارضه في نسختين متتاليتين من دوري الابطال فوزنا على الوداد على ارضه وعلى ارضنا وكررنا ده بس على حساب الترجي كسبناه على ارضه وعلى ارضنا برضو دي حاجة ما عملهاش اي نادي قبل كده في قارة افريقيا صحف تونس زي ما قلت حالاتكم اتكلمت على الناكسة او وصفتها بالنكسة نكسة الترجي وهبتدي مع حضراتكم من عنوين صحيفة الشروق التونسية اللي قالت في عنوانها الترجي يغادر دوري الابطال وكلمت الحقيقة واضفت انه الترجي التونسي غادر دوري الابطال بعد هزيمة ثقيلة امام النادي الاهلي في القاهرة بنتيجة 3 صفر كانت قابلة للزيادة زي ما الواحد بتعرادس كان قابل للزيادة المباراة دي الحقيقة انتهت او المواجهة دي انتهت مع الرقفة الاهلي كان عنده القدرة انه يعمل سكور تاريخي على الترجي على ارضه وعلى ارضنا اما صحيفة تونس الرقمية قالت انه الاهلي يقصي الترجي من دوري الابطال مزايك افام قالت الترجي يودع البطولة وكلمت الازاعة التونسية انه طبعا الترجي غادر دوري الابطال بعد ما خسر قدام النادي الاهلي المصري بسلسية نظيفة الصباح التونسية قالت انه الاهلي يقصوا على الترجي واتكلمت على انه الاهلي لحق بكايزر شيفز جنوب افريقي لنهائي دوري الابطال بعد طبعا ما اقصى الترجي التونسي بالمكسب 4 صفر زهابا وايابا كوراجي قالت انه انتكاسة اخرى واضافت انه الترجي لم يستطيع انه يفعل اي شيء امام النادي الاهلي في مواجهة نصف النهائي في دوري الابطال وقالت انه الترجي تعرض طبعا لتعرض لخسارة على ملعابه فرادس بنتيجة 1 صفر تعرض لانتكاسة تانية بعد ما خسر بنتيجة 3 اهداف مقابل صفر من النادي الاهلي نروح سريعا لجنوب افريقي وطبعا زي ما قلت لحرككم زي ما اهتموا واحتفلوا بفوز وتأهل كايزر شيفز نهاية دوري الابطال اهتموا كمان بتأهل النادي الاهلي لمواجهة كايزر شيفز في المبرانة نهائية تايمز لايف كتبت فاز الأهلي بقيادة موسيماني على الترجي ليضع نهائيا لذيزا همام كايزر شيفز الجنوب افريقي وموقع فوتبول 265 قال انه كايزر شيفز يصلون للمبرانة نهائية المرة الاولى على الاطلاق ويحددون موعدا مع الاهلي بقيادة موسيماني صحيفة الديلي مونيتر قالت انه كايزر شيفز يواجه الاهلي بعد بلوغه نهائي دوري ابطال افريقيا الاول وصحيفة الديلي نيوز كلمت على انه موسيماني قلق من غموض كايزر شيفز قبل نهائي دوري الابطال بعد ما تأهل الطرفين طبعا على حساب الترجي والودات اشتركوا في القناة